قرارين متعلقين بالذهب النهاردة قرار لوزير التموين دكتور علي مصلحي بتعديل اللايحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة وباعتبار السبايك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين له يعني ايه بقت مشغولات ذهبية يعني عليها مصنعية بما انها 100 جرام أو اقل لو انت جبت سبيكة 10 جرام 50 جرام 100 جرام دي هتعتبر خلاص مشغولات وبالتالي عليها مصنعية ايضا وده تم خلاص تطبيقه من يوم الخميس الماضي ايضا من اول يوليو سيتم تطبيق زيادة 10% من قيمة المصنعية على المشغولات باعتبارا من اول يوليو وفقا للبروتوكول بين مصلحة الضرائب وشعبة الدهب لماذا هذه القرارات الدكتور ناجي فرد مستشار وزير التمويل لشؤون صناعة الدهب ايه اسباب هذه القرارات يا دكتور ناجي اهلا بحضرتك سيدنا كل سنة وحضرتك سيبة القرارين اول حاجة قرار الدكتور علي مصلحي ده قرار طبعا رائع جدا وقرار يعني لدعم صناعة الدهب في مصر لان كانت القوة الشرائية كلها تتجه لشراء السباك وقصة السباك الخمسين جرام والمئة جرام فهنا ساوى ما بين الكنين بحيث ان احنا نشغل المصانع والورش الصغيرة لدعم صناعة الدهب لان طبعا احنا عارفين ان المشغولات لها قيمة مضافة ولها سيدة اكتر للصانع من السباك وبالذات السباك المئة جرام والخمسين جرام والجنيهات طيب معلش انا حقف هنا في القصة دي هنشغل المصانع ازاي بمعنى يعني يبدو لي من هذا القرار انه قرار عشان ياخد ضرائب اكتر لا يا فاند باطلاقا الكلام ده مش ذات هو التحويل الاتجاه يعني كان المستهلك المصري كان بيركف في فترة وصلت الى 90% من قوة شرائية على السباك وقنات فقط لغير ودون المشغولات فتأثرت جموع المصانع والورش ان لا يوجد اقبال نهائي على المشغولات فعشان كده القرار ده هو ده الهدف الاساسي وده قرار رائع جدا وجايد جدا وانعش سوء الدهب في مصر ايوه معلش بس معلش ارجع تاني اناقش هو الناس بتشتريش الدهب ما بتشتريش المشغولات علشان هي بتشتري الدهب اليومين دول علشان مخزن قيمة علشان توفر فيه الفلوس فهي مش عايزة تشتري غوايش او مشغولات ما بتعامل اللي هي السبايك اللي هي الخمسين جرام فاقل اصبحت لها عليها نفس الطلب كالمشغولات فهنا اصبح في ممكن المشتري او المكتني الدهب يفضل ان هو ياخد مشغولات لان الاسعار اصبحت متقربة وكده المشغولات ده بنشجع يبقى كده احنا زودنا في منتاج الورش والمصار طب كده بالنسبة بقى للمستهلك كده زادت عليه ايه زاد عليه مصنعية مش زيادة كتير ولا حاجة هي زادة عليه الدمغة والضريبة طيب الدريبة حوالي 6 جنيه و 16 يرش الى القيمة المضافة والدمغة 160 يرش لجرام ايوه مش مبلغ مش زيادة كبيرة ولا حاجة بس على يعني مثلا على الميت جرام احنا بنتكلم فيه يعني الميت جرام هيبحت عليه حواليك 800 جنيه الميت جرام عليه 800 جنيه ده ضريبة قيمة مضافة ايه هو لا قيمة مضافة وقيمة مضافة ودمغة ودمغة غير المصنعية غير مصنعية المشغولة طيب ما انت بتقولك هنا انك انت زودت حوالي 1500 جنيه تقريبا يعني ولا اكتر لا ما فيش 1500 لان هي كانت الاول قيمة القيمة الرسوم على السباق قيمة رمضية فاصبحت حوالي حوالي بالضبط 8 جنيه جرام يعني 100 جرام 800 جرام والخمسين جرام ربو ميت جرام فقط لغير ايوه يعني تمانية جنيه جرام في 100 جرام يبقى 800 جرام عليها حوالي ربو ميت جرام غير 800 تانين بتوع الضريبة والدادة لا ده شامل حضرتك ما هو 800 كده شامل كل حاجة كده شامل ضريبة ودمغة وكل حاجة ايوه انا بتكلم هنا على المصنعية المصنعية كم؟ المصنعية برضو بتبقى في حدود يعني مثلا هتخش السبيكة بطل تبقى في حدود مصنعيتها هتبقى من 35 إلى 50 للايه؟ للسبيكة كلها ولا للا؟ اه لكل يا سند وهي اصلا مصنعية السبيكة ايه؟ ايه على قطب المصنعية يعني؟ لا ما حاليا كده دخلت اللي هي السباك في انها تحت تعامل معاملة المجهولات فهيدف عليها 800 دمغة ضريبة وفيه برضو تصنيع بالنسبة للسبيكة لان السبيكة لها تصنيع فبيبقى برضو عليها حوالي مصنعية فبتبقى الاغرى الإجمالية ما بتتخطاش برضو رقم رمضي ومش مغالس فيها ولا حاجة ايوة يعني اذا كانوا بيقولوا ان هما رفعوا سائل مصنعية ما بقتش 35 أربعين رفعوا بقت 70 جنيه على الجرام في السبايك يعني انت كده بترسل لا 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 يا سند اقلم كده كتير قوي ما فيش سباينات وما فيش الكلام ده ده هي ماكسما بتوصل ليد الزبون من الاربعين للخمسين ماكسما بتوصل ليد المشتري من الاربعين للخمسين ده غير يعني انت بصراحة كده انت بتقول ان فيه ألف جنيه زيادة تقريبا ألف جنيه زيادة في السبايكة الميت جرام مظبوط كده؟ ما أصبح عليها دمغة وضريبة 800 جنيه بالزرعة اه غير بقى اللي هيبقى الباقي حوالي انت هتكشف ألف جنيه هيبقى المصنعية المصنع نفسه اللي بيشغلها بالإضافة للقيمة الدمغة لانها تعمل كمشورة لكن زي ما بقول لحضرتك وبقرر مرة تانية ان القرار ده هيعمل إعادة توضيع للبيع في السوق لان برضو انا بأكد حضرتك احنا جينا في وقت كان 90% من المبعات هي سبائك 90% كانت سبائك وده كان شيء يعني مقلق ويعني غير جيد جدا بالنسبة للسوق بالعادة كان ليه أصد سلب جدا على كثير من الورش والمصنع ده غير انه ضريبة القيمة المضافة اللي هتدفع على واردات الدهب يعني احنا بنتكلم في 300 وحاجة اعتقد اخر رقم كان 307 لا ده حضرتك فيه قرار جيد جدا ان زيادة الوردات تعدى 310 كيلو جرام يعني وصلت دهب لدخل مصر تخطى 300 كيلو وده طبعا برضو نسيجة القرار الجيد بإعفاء صحيح الإعفاء مازال قائم زي ما هو حضرتك صحيح بس وإعفاء سبائك في المصارات والموالي المصرية من جمالك مع الإلقاء على القيمة المضافة يبقى كده القيمة المضافة هتزيد على يعني الناس هتدفع مكتر لا يا فالد بنتكلم بالنسبة وعمل معاملة المشغولات في مصلحة الدمغة والموازين إنما ما الناس جعلوا مصلحة الجمالك لجمالك زي ما هي لا سواني أنا مش بكلم عن الجمالك أنا دلوقتي لما الناس دخلة بسبايك 150 جرام بيدفع عليها خلاص المئة جرام والخمسين جرام المتين جرام بيدفع عرفين ومتين جنيه أيوة خلاص دلوقتي هيزيد عليها المصنعية دلوقتي بما إنها بقت مصنعية فالرقم المصنعية هيزيد وبالتالي الدريبة هتزيد حضرتك القرار ده بيشمل السباك المصنع البنيت بل القرار الوزاري بتاع الدكتور عالم صورة السباك اللي هي مصنعة في مصر هنا بس غير الوارد من الخارج فغير ملوش علاقة بالوارد من الخارج آه غير اللي جاية من الخارج طيب فيه كمان الزيادة العشرة في المية من قيمة المصنعية ده التفقال والتفاق برطيكول مواقع من الشحابة العامة ومصلحة الضربة المصرية إن كل فترة فيه زيادة دورية في الضريبة وفيه زيادة حوالي 60 يرش يعني 600 جنيه الكيلو من أول شهر سباك طيب مهوكور دي كلها زيادات على المستهلك يعني كلها عزي زيادات على اللي بيشتري بيشتري ده بعشرة في المية زيادة في المصنعية زيادة في الاعتبارها إنها السباك فأنت بتزود كل ده بتزود لصالح الصناعة بتزوده على المشتري حضرتك بالنسبة يعني كان زمان الزيادات دي بتعتبر كبيرة لكن بالنسبة لأسعار الدهب يعني نهار ده مثلا عيار 21 بأسعار 2250 عيار 18928 عيار 242570 والجنيب 18300 فحضرتك الزيادات دي بالنسبة لسعر الجرام فما أصبحتش إزاعة قيمة زي الأول الدهب يعتبر غالي وما زال مرتفع فهنا برضو يعني مش هتأثر بالدرجة الكبيرة أو هيكون ليها التأثير يعني التأثير بالعكل يعني الزبون يمكن مش هيخص بيها لأن الزيادة دي بالنسبة لسعر الجرام مش كبيرة ولا حتى طيب توقعاتك إيه الفترة الجاية كل مرة بنتكلم بنسأل عن التوقعات ما زال الدهب طبعا إحنا داخلين يعني أسبوع عياد وما زال الأقبال فيه جيد وأصبح الإقبال جيد بعد تطبيق القرار الوزاري على المشغولات ونتوقع طبعا يعني ضروري مسحوبات زيادة في العيد وارتفاعات طبعا متوقعة زيادة يعني ممكن الدهب يزيد 50 جنيه لفترة العيد شكرا دكتور ناجي فارق مستشار وزير التمويني شؤون صناعة الدهب